بعد مرور ما يقترب من أحد عشر شهرا على حرب أوكرانيا هل ما زال الناتو يستطيع أن يفاجئ روسيا عسكريا بشيء ما؟ الناتو ليس منخارج مباشرة مع روسيا عسكريا وهو يقوم بمدأ الأسلحة وليس الناتو ولكن الدول الأخرى حول العالم تمد أوكرانيا بها الأسلحة وهناك قاعدة دفاعية صناعية للدول الأخرى التي ترسل الأنظمة القصة بالأسلحة لأوكرانيا وهو في موضع يمكن من تزويد أوكرانيا بالمواد الأخرى والمعدات والتقارير الخاصة بخسارة روسيا أو نفاذ بعض ذقائرها تصدر وللمرة الأولى أتفق مع رؤية سيطرة على القيادة منفتحة ولكن هناك شخص واحد لا يناسب القيادة العسكرية وهذا رئيس مجموعة فاغنر وأعتقد أنه يتسبب في الارتباك على أرض المعركة لألقادة الروس لأنه يؤدي لتأخر موسكو ويبدو أنه لديه سيطرة على القدرات العسكرية والتي لا تأتي في مصلحة القادة العسكريين وما يرغبون في استخدامه إذا ما توصل هذا الارتباك هذا لن يؤدي إلى دفاع منصق من قبل الروس إذا ما حاولت أوكرانيا الهجوم لأن أوكرانيا تقدم النموذج الأفضل في محاولة التعامل مع الظروف الحالية ترجمة نانسي قنقر